موسيقى حرب كلامية واتهامات بين المجلس السيادي والقوى السياسية في السودان الاتحاد الأوروبي يدعو طهران إلى العودة إلى مفاوضات بينا في أقرب وقت ممكن الجيش الإسرائيلي يكشف عن طائرات انتحارية استخدمها في غزة بعضها استهدف صواريخ حماس اهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية بعد يوم تقريبا على إعلان الخرطوم إحباطها محاولة انقلابية خرج رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان ديقلو المعروف بحميتي بموقف موحد يلقي بمسؤولية تكرار الانقلابات على السياسيين الذين قال الرجلان إنهم يتصارعون على الكراسي وأهمل المواطن وحياته اليومية والخدمات البرهان قال إن العمل التنفيذي ترك للسياسيين ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح نافيا إمكانية استبعاد الجيش من المشهد في الفترة الانتقالية أما حمد ديقل قال إن الشعب السوداني صبر كثيرا على ما وصفه بالتهريج والتخبط قوى الحرية والتغيير ردت على خطاب رئيس مجلس السيادة ونائبه اليوم معتبرة أنه أخطر من الانقلاب نفسه أما حزب الأمة ثقال إن تصريحات رئيس مجلس السيادة عن القوى السياسية خطيرة هذه القوات قوات المسلحة وهذا الدعم السريع وهذا الشرطة الأجهزة الأمنية كلها ما في أي جهة تستطيع أن تبعد من المشهد إطلاقا نحن في فترة انتقالية نحن ما عندنا حكومة منتخبة ما في جول جبل انتخابات نحن وصيين رغم كل أم في كل زول نحن وصيين على وحدة السودان ووصيين على أمن السودان ووصيين على المحافظة على بناء السودان ووصيين على المحافظة على أحلام شبابنا ومستقبلهم ما عندها أهم أنها تلتاقية لا كرسي في وزارة والله في ملاية وتظل تقاتل من أجهاز الكرسي كل أهمها وقتالها من أجهاز الكرسي ما شفنا لينا أي جهة والله حزب يتكلم عن الانتخابات وبتكلم عن الديموراطية وبتكلم عن نهاية البطرة الانتغالية لأننا كنا نتكلم عنها ما شفنا أي واحد من القوة السياسية يتكلم يمشون مع المواطنين في الواضح في الواضح نحن العياني إلى الديعاني إلى العرشانيين في كل أم فيها في سودان قاعدينوا بيعانوا الآن ما في قوة السياسية قاعدوا بشتورت معاهم ولا في ذلك قاعدوا يمشي خاطر مشاكلهم ما في تاركدنهم ومتفرغين هنا للمشادة والمهاترة والأمور الموجهين كل سهامهم بين نعنى قواب نظامية المعيارة المفكاري بيهو الموظفين الجزء كبير من الدولة هو شكماً عسكريين والإساء العسكريين إذا إذا ما بقيت من الصنفذة ما بقيتها بريقة في مواطنك في قلسي مورد موظف لك في وظيفة من حق المواطن أن يسل الأسباب هذه الانقلابات المتكهرة نقولها بشكل واضح وصريح السبب هم السياسيين الذين أعطوا فرضة لغيام الانقلابات لأنهم أهملوا مواطن ومعاجه وخدماته الأساسية وانشملوا بالصراع على الكراسي وتقسيم المناسب مما خلق حالة من أدم الرضا وسط المواقمين لا مخرج هذه البلاد من أزمتها إلا بتوحيد الكلمة والأمل بروح وطنية خالصة دون أجندة أو محاولات لإخصاء يجب علينا أن نتواسق ببرنامج وطني ورؤية الشعبدان رؤية يخرج شعبنا من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن نترك أساليب التخوين والاستهداف الممنهج نخاطبكم اليوم والسودان يضيج في مرحلة حرجة من تاريخه بعد التغيير الذي كنا نريد أن يكون أفضل مما نشهده الآن من الخرطوم ينضم لنا الصحفي محمد علي فزهري أهلا بك معنا سيد محمد هذه التصريحات التي أدل بها الجانب العسكري أو الجيش حتى الآن كيف يمكن أن تؤثر على المرحلة الانتقالية؟ واضح أن هذه التصريحات المكون العسكري في ميجلس السيادة أو في الحكومة الانتقالية بصورة عامة هي تصريحات غريبة ومريبة يعني وكأنهم يلقون اللوم بأكمله على المكون المدني فبالتالي الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها قبل أكثر من عامين هي نصل على شراكة مدنية عسكرية فإن كان هناك فشل يتحمله الجميع المسؤولية يتحملها الجميع بمكونيها المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية لكن أن يلقى اللوم على هذا الطرف دون ذلك فلا أعتقد أنه تصريح قريب لأنه كل يعلم بأن الحكومة الانتقالية هي حكومة ذات شراكة عسكرية مدنية نعم هناك فشل من الجانب المدني الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية تأخير في استكمال هياكل السلطة الانتقالية نجزة لتجاذبات ما بين مكونات قوى التغيير سواء كانت الحركات الكفاح المسلحة التي دخلت أخيرا وكذلك القوى الحرية والتغيير التي وقعت الوسيقى لكن أيضا الجانب العسكري يتحمل مسؤولية الانفلاثات الأمنية التي حدثت في الخرطوم معروفة بتسعة طويلة الذي أصبح يطلقه المواطنون على كثير من هذه الجرائم يرى المواطنون أيضا أن الجانب العسكري هو حفظ الأمن والاستغرار أيضا هناك أسهم نغض تتوجه إلى المكون العسكري والمدني لكن مهم جدا أنه لابد من العمل مع بعض حتى تستكمل الفترة الانتقالية وتمر بسلام وحتى يصل الجميع إلى مرحلة الانتخابات التي انتظرها السودانيين والسودانيات ومن ثم تأتي حكومة منتخبة رئيس مجلس السيادة ونائبه تحدث في أكثر مرة عن ضرورة وحدة قوة الثورة وقوة التغيير ولكن هذه الوحدة لا تأتي إلا بتغيير هذا الخطاب الذي نسمعه اليوم سواء كان من رئيس مجلس السيادة أو نائبي سيد محمد هذا الخطاب كأنه يعزز من موقف الجيش والسلطة العسكرية أكثر من السلطة المدنية في السودان كيف يمكن أن المكون المدني أن يتقبل مثل هذه التصريحات أتمنى أن أسمعك الآن تسمعني أتمنى أن الاتصال يرجع بحيث أن نكمل معك معايا الآن طيب ربما نعود إلى مجموعة من الأخبار ومن ثم نعود إليه من جديد أدانت الخارجية السعودية محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان وأكدت الخارجية السعودية تضامن المملكة مع السودان في كل ما يضمن أمنه واستقراره كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان وأكدت دعمها لشعبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعطي ترجمة نانسي قنقر المكون المدني كيف يمكن أن يستكمل المسيرة ويعود عن الانحراف الذي وصفه السيد البرهان وحيميتي للوصول إلى الأهداف المرجوة التي ربما يتلمسها الشعب السوداني واضح تصريحات المكون العسكري هي رسالة في بريد المكون المدني أو القوى السياسية المدنية لابد أن ترتب صفوفها جيدا للاستعداد للمرحلة المقبلة واضح أن هناك مشهدا جديدا قد يتم الترتيب له لكن من المؤكد أن مرحلة الانقلابات قد ول عهدها يعني السودانيين عندما صاروا في ديسمبر وحتى 11 من أبريل طووا صفحة 52 عاما من حكم العسكر في السودان فبالتالي السودانيين هم تواقون للنظوم الديمقراطية والدولة المدنية التي يعني يتوافقون عليها في المستقبل وكان واضحا أن الجانب العسكري يعني يريد أن ينحي جانبا من الحكم في الفترة الأخيرة خاصة أن هناك إعلان سياسي تم تلقعه قبل أسابيع لم يحضر أي من المكون العسكري إلى ذلك الاجتماع الذي يدعى له كذلك الرئيس مجلس السيادة وأعضائه ولم يحضر أحد منهم هذه أيضا قد فسرت بأن هناك عظم ردة من المكون العسكري للعمل بإنسجام مع المكون المدني لكن بطبع المستقبل السوداني لا بد أن يستكمل الطرفين مهما كانت هذه الشراكة ونوعها إلى نهاية الفترة الانتقالية حسب ما نص عليه الوسيقى الدستورية والاتفاق الذي تم تلقعه كان برعاية إغليمية ودولية أيضا سمع تصريحات الأمم المتحدة بالأمس على ضرورة دعم الانتقال واللغوف مع الحكومة السودانية وانتقاد أي محاولة انقلابية قد تحدث للحكم في السودان هذه الفترة هي فترة انتقالية مناطبها أن توصل البلاد إلى مرحلة انتخابات فيها يقرر الشعب السوداني يختار سواء كان يختار النظام السياسي معين هذا هو رأي وغرار الشعب سيد محمد بعد هذه التصريحات التي خرجت للعلن على ما يبدو بأنها تؤكد أن هناك خلافات ما بين المكون السياسي والمكون المدني والمكون العسكري باختصار إذا سمحت ما الذي يضمن عدم حدوث أي انقلاب عسكري مجددا خلال فترة المقبلة؟ الضامن هو الشارع السوداني الشارع الذي يرفض الانقلابات نعم هناك حالة من الصخط الشعبي من خلال أداء الحكومة والشعب لا يفرق بين مكون مدني وعسكري يعني إن كان هناك فشل يقول الحكومة فشلت لكن مؤكد أنه الشارع هو أكبر ضامن لاستمرار الفترة الانتقالية والضغط على الجانبين سواء كان المكون المدني والعسكري على الالتزام بما تم التوقيع عليه الشراكة طبعا هي ليست اتفاق تام بين الطرفين نعم قبل التوقيع كان هناك خلافات بين المدني والعسكري لكن هي جاءت كحد أدنى من الاتفاق يعني متوقع مثل هذه الخلافات ولكن ليت متوقع أن تبرز بهذه الصورة على السطح شكرا جزيلا من الخرطوم كان معنا الصحفي محمد علي فزاري شكرا جزيلا لك بعد مضي ثلاثة أشهر على آخر اجتماع عقدا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لا يزال مستقبل هذه المفاوضات غامضا في الأثناء تواصل إيران توسيع نشاطها في تقصيب اليورانيوم وفق صحيفة واشنطن بوست التي نقلت عن خبراء أن إيران باتت الآن أقرب إلى صنع قنبلة نووية ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أنه لا جدول زمنية لمفاوضات فيينا علما أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاجتماع الآن لكن قد لا يكون ذلك ممكن في المرحلة المقبلة لأن تقدم طهران النووي سيصبح لا رجوع فيه ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء ببساطة وأشارت الواشنطن بوست إلى أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى قائمة العقوبات التي سترفع عن إيران والإجراءات التي سيتخذها كل جانب للعودة إلى الامتثال للاتفاق واليوم دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن في الأثناء جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان شرط بلاده رفع العقوبات المفروضة عليها للعودة إلى الاتفاق النووي معتبرا أن محادثات فيينا ليست من أجل اتفاق جديد بل للتأكد من عودة أمريكا بشكل كامل إلى الاتفاق النووي وفي لقاء مع نظيره الألماني ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لأول مرة أشار عبداللهيان إلى أن إيران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا وتتابع نتائج التفاوض على أن تكون للاتفاق النووي نتائج ملموسة لبلاده وأن ترى عمليا رفع الحضر لما تمضي ساعات على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية حتى أفادت تقارير إعلامية ليبية أن رئيس البرلمان عقيل صالح سيحصل على إجازة حتى يترشح في الانتخابات الرئاسية للبلاد المقررة في ديسمبر المقبل وقالت منصة فواصل أن صالح تقدم بطلب إلى هيئة رئاسة المجلس للحصول على إجازة لنحو ثلاثة أشهر بدءا من اليوم من أجل الترشح في الانتخابات صالح كان اتهمت بيبا بالتحريض حين دعا أنصاره للتظاهر في طرابلس الجمعة اعتراضا على قرار البرلماني ترجمة نانسي قنقر معنا حسين مفتاح نائب رئيس تحرير بوابة إفريقيا الليبية لمناقشة هذا الموضوع أهلا بك معنا سيد حسين الشعب يريد إسقاط البرلمان يعني هذه الكلمات التي هتف بها الشارع الليبي تحديدا في الغرب الليبي كيف يمكن لهذه الهتفات أو هذا الحشد الشعبي الجماهيري من الدبيبة إلى الليبيين أن يؤثر على فكرة ترشح سيد عقيلة صالح للانتخابات الرئاسية مساء الخير نعم ما حدث طيلة المدة الماضية من علاقة مضطربة بين المجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وما وصلت إليه الأمور إلى حد سحب الثقة التي أقدم عليها مجلس النواب بالأمس أعتقد أن الذين خرجوا يهتفون ليسقاط مجلس النواب هم لا يعنون مجلس النواب بشكل محدد بل يعنون كل الأجسام السياسية التي ساهمت في تأزيم الوضع في ليبيا المأزوم من أساسه الذين فشلوا في حل كل المشاكل التي تواجهها المواطن فهم اليوم أو بالأمس عندما خرجوا إلى ساحة الخضراء وميدان الشهداء بالعاصمة رابلس تمكن عبد الحميدة بيبة من استثمار هذا الرفض وهذا الخروج ليجير هذا الخروج لمصلحته بعد أن ارتكب مجلس النواب خطأ هذا الخطأ ليس خطأ دستوريا ولا قانونيا بل خطأ في التوقيت عندما جازف باتخاذ هذه الخطوة وهي سحب الثقة من الحكومة ما يعني ضرب خارطة الطريق وتعطيل المسار السياسي فالذين خرجوا في طرابلس أعتقد أنهم إلى جانب تلبية مطالبهم المشروعة اليومية يطالبون أيضا بإزاحة كل المعرقلين لخارطة الطريق وهم يعتبرون حسب هتافاتهم بالأمس أن مجلس النواب أصبح أيضا أداة عرقلة في طريق إنجاز الحل السياسي الذي يعول عليه الليبيون اليوم نعم أستاذ تاني نعم الحل السياسي الذي يعول عليه الليبيون اليوم هل تتوقع أساسا بأن ستكون هناك يعني بالرغم من الدعم الدولي لتنفيذ الانتخابات في موعدها في 23 من ديسمبر المقبل هل سنصل إلى هذا التاريخ دون أن نشهد أي حرب أهلية في ليبيا أو يعني إعادة هذه الحرب الأهلية من جديد الرجوع إلى نقطة الصفر يعني بعد ما كان هناك اللجنة الدستورية التي خرجت بحكومة السيدة دبيبة التي سحبت منها الثقة من البرلمان يوم أمس طبعا كمواطن ليبي أتمنى أن لا تذهب الأمور إلى الخيار الأسوأ وهو التساع الهوى والشقاق والوصول إلى الصراع الميداني من جديد الحكومة الآن على الرغم من أن مجلس النواب الأمس تمكن من التصويت على سحب الثقة منها إلا أنه لا خيار أمام مجلس النواب بأن يخترع أو يقدم حكومة بديلة لعدة أسباب فالحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ما يعني أنها لا تزال مكلفة بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات فأعتقد أنه الآن إذا ما أعلت كل هذه الأطراف المصلحة الوطنية العليا على حساب مصالحها الخاصة ورؤاها أو حتى توجهاتها السياسية فإن خارة الطريق قد تنجح لا تزال الظروف نعم تعرضت إلى ضربة نعم تعرضت إلى تغيرات سلبية ولكن أعتقد أنه بالإمكان لملمة الأمور والذهاب مباشرة في إجراء خطوات عملية محددة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الحكومة لا تزال مكلفة به التهيئة والتمهيد للانتخابات توحيد مؤسسات البلد والمساهمة مع بقية الأطراف في الاستحقاق الانتخابي مجلس النواب الذي نزع الثقة أمس عن الحكومة الآن أمامه استحقاق محدد يجب أن يقوم به على قل تقدير وفق حتى لبيان رئيس البيعث الأممية في ليبيا بأن ينجز قانون الانتخابات البرلمانية في أسبوع واحد أي قبل انتهاء الشهر يعني في بداية أكتوبر يفترض أن يكون لدى المفوضية العليا للانتخابات التي ستشرف فنيا على إجراء الانتخابات قانون انتخابات الرئيس وقانون انتخابات البرلمان البديل عن البرلمان الحالي والحكومة حتى بصفتها تصريف أعمال أو تسيير أعمال تبقى مهمتها الأساسية هي إنجاز الاستحقاق الانتخابي والتمهيد له نعم الظروف تغيرت الفجوة تسعت المعطيات أصبحت معقدة ولكن أعتقد في ظل وجود إرادة محلية وإرادة دولية تتكاملان سيتم إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإن كان الآن أصبحت الأمال أضعف بشكل كبير عما كانت عليه قبل الأنس سيد حسين سؤال أخير هل ممكن المجتمع الدولي يعيد فرض عقوبات على سيد عقيل الصالح ويعرق الدخوله أو الترشح للانتخابات ردا على سحب الثقة من الحكومة التي حتى الآن خرجت من يعني من مباحثات أو كانت ولادة متعسرة لما كانت تقوم به الأمم المتحدة أو مندوبة الأمم المتحدة في ليبيا طبعا قد تفرض عقوبات من مجلس الآمن على كل من يعيق خارطة الطريق وقد يكون رئيس مجلس النواب أحد الذين توجه لهم التهمة ولكن أن يذهب الأمر إلى منع من الترشح لا أعتقد لسيما أن هناك أمباوة وإن لم تكن مصادر هو ممنع بشكل أنعاس هو ممنع بشكل مباشر أستاذ حسين ولكن إذا فرضت عليه عقوبات هل القانون سيساعده على أن يترشح للانتخابات لا أعتقد أن العقوبات سيترتب عليها منع من الترشح عقوبات المجلس الأمن أولا تأخذ دوائر طويلة ووقت طويل لا أعتقد أن العقوبات ستنفذ حتى الذين تم اتهامهم وإدراجهم ضمن قوائم المجلس الأمن وضمن قوائم الجناية الدولية هم في الحقيقة لا يزالون يسيطرون على طرابلس وعلى مصراته بعض الأسماء حتى من المطلوبين لأسباب جرائم في حق الإنسانية هم الآن طلقاء ويترأسون مجموعات مسلحة كبيرة لا أعتقد أنها سيكون عايق أمام ترشح عقيل صالح وعقيل صالح حسب أنباء لم يتم التأكد من مصادرها بأنه تمهيدا لترتيبات تقديم اعتمادك مترشح ومنافس على رئاسة ليبيا في الانتخابات المنتظرة قبل نهاية هذا العام شكرا جزيلا من القاهرة حسين مفتاحنا إبرايس تحرير بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية شكرا جزيلا لحضرتك أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش من مقر حزبه تجمع الوطني للأحرار رسميا عن تحالف حزبي ثلاثي لحكومته المقبلة أعلن أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة هي حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وإن المنطق الذي حكم اختيارها للأغلبية هو أولا توجه الإرادة الشعبية حيث أن هذه الأحزاب الثلاثة نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين كما عبرت عن ذلك نتائج صنادق الاقتراع أمر قاضي في المحكمة العسكرية التونسية بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس قيس سعيد ليرتفع بذلك عدد النواب المسجونين إلى خمسة بعد رفع سعيد للحصانة عن نواب القاضي أصدر بطاقة إيداع ضد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بتهمة الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور وبحسب بيان القضاء العسكري فإن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين في المحكمة من محافظة سيدي بوزيد وإليها يعود الرئيس سعيد ليعلن مجموعة من القرارات ومنها مواصلة العمل بالتدابير والإجراءات الاستثنائية ووضع أحكام انتقالية لإدارة المرحلة ستتواصل هذه التدابير الاستثنائية وقد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكريف رئيس حكومة ولكن ستكون فيه الأحكام الانتقالية التي تستجيب لرادتك قرارات سعيد الجديدة في هذه الفترة الاستثنائية وضحت بعضا من تصوره ورؤيته لإدارة المرحلة كما طلبه بعض التونسيين بالمزيد نتنحي الدستور تعمل دستور جديد ومع كما قلوا فيها يكون نظام رئيسي تحسو ما تبدأ البلاد تتحرك من مشدة النهضة وبرشة قرارات يخذ فيهم وبسعيه لتعديل القانون الانتخابي يجمع المراقبون أن الرئيسة التونسية سيعطل العمل بالدستور وسيعلن عن قانون مؤقت لتنظيم السلطات في البلاد قبل تغيير الدستور والنظام السياسي من برلماني إلى رئاسي سيكون سيكون داخل هذا الدستور الصغير سيغة جديدة لتكوين رئاسة وزراء أو لتكليف وزير أول يكون مسؤول أمامه مباشرة ولا يكون مجبرا كما في الدستور القديم أن يذهب إلى مجلس النواب وينال التزكية ويخضع بالتالي لتحالفات وحسابات حزبية وفي ظل هذه تطورات حذرت أحد الشغل من تقسيم البلاد فيما طالبت أحزاب بتسريع خطوة حل البرلمان والاستفتاء على الدستور مع إعلانه مواصلة العمل بتدابير الاستثنائية ووضع أحكام الانتقالية لتسيير البلاد يخطأ الرئيس قيس سعيد خطوة جديدة على طريق القطع مع المنظومة القديمة وإرساء الجمهورية الثالثة مع إمكانية توجوه إلى تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد تعديل القانون الانتخابية ولد عبدالله الحدث تونس من تونس ينضم إلينا المحلل السياسي باسل ترجمان أهلا بك معنا سيد باسل إلى هذه الساعة هذه الخطوة التي قام بها الرئيس قيس سعيد به سجن نائبين من ائتلاف الكرام المعارض له كيف ينظر إليها أولا الطبقة السياسية في تونس وأيضا ينظر إليها الشارع التونسي أهلا وسهلا في البداية الرئيس قيس سعيد لم يضع أحدا في السجن القضاء العسكري هو من أوقف أمس النائب نضال السعودي وأوقف النائب سيف مخلوف الذي أتى معه كمحامل عنه رغب أنه مورط في هذه القضية وبالتالي كان هناك تضارف مصالح لا يحق لمتهم أن يرافع في قضية لأنه أحد أطرافها وأيضا قام السيد سيف الدي مخلوف بالاعتداء وتوجيه اتهامات خطيرة للقضاء العسكري وقال لهم بالحرف أنه على اتصال بجهات أجنبية وهم يسجلون أسماءهم ويعرفونهم وسيقومون بالتشهير بهم وفتحهم بأنهم أعضاء في انقلاب هذه الاتهامات دفعت بالقضاء العسكري بالنائب العام بالقضاء العسكري إلى إصدار بطاقة السجن بتهمة التهجم على القضاء والتخابر مع جهات أجنبية واتهام القضاء بالانقلاب أيضا هناك نائب ثالث تم إيقافه قبل قليل هو النائب محمد العفاس المتهم في قضية الهجوم على مطار تونس كارتاج زمن حكومة المشيشي والاعتداء على قوات الأمن وموظفي المطار حيث كان هناك سيدة عليها تهمة تهمة إرهابية ممنوعة من المغادرة أرادوا أن يجبروا قوات الأمن على سماح لها بالمغادرة وجرت تلك الحادثة المشينة التي يتذكرها الشعب التونسي وبالتالي رئيس الجمهورة ليس معنيا بوضع أحد في السجن وليس من واجبه أو من اختصاصه وليس له الحق في ذلك من حيث القانون والدستور طيب سيد باسل حتى الآن لماذا الرئيس قيس سعيد لم يبدأ بتشكيل أو يعلن عن انتهاء من تشكيل حكومة تصريف أعمال في هذه المرحلة التي ربما تخفف من حدة الانتقادات له الجانب الآخر قد يرى بأنه تصرفه في نوع من الدكتاتورية انقلاب على الديمقراطية ألا تعتقد بأن تشكيل الحكومة ربما يخرج الرئيس من هذا الحرج المهم في تشكيل الحكومة هل تشكيل الحكومة من أجل إيجاد حكومة أم تشكيل الحكومة من أجل أن يكون لها مشروع للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي لاحظنا منذ في الفترة الماضية أن هناك عشرات الأصوات وعشرات الأسماء أو مئات الأسماء تم تداولها هناك في تونس ثم إشكالية حقيقية هي أن مناصب الوزراء أصبحت تباع وتشترى هذه حقيقة في عشر سنوات هناك أكثر من 580 وزيرا مروا على الحكومات في تونس وتسبب ذلك في جملة من الكوارث في تونس للأسف الشديد قبل يوم 25 يوليو كان هناك مطلب الوزارة من أجل أن يوضع يوضع في سجله السياسي وفي سيرته التاتية أنه كان وزيرا ولم يكن لهم علاقة باختصاصها أو بكفاءتهم في أداء المناصب الرئيس قيس سعيد يريد تشكيل حكومة تكون قادرة بأسماء كفاءة وأهم من الكفاءة أن نزاهة أن لا يكون عليها أي شبهة فساد حتى لا يقع هذا الحكوم عاد تكرار الترابط هل الأمر صعب أن يحصل على مثل هذه الشخصيات أو على الأقل شخصيات متخصصة تستطيع إنقاذ البلاد من ناحية اقتصادية لأن المسألة أخذت فترة طويلة وهذا ما يعرض الرئيس للمزيد من الانتقادات يعني أن يحاولون الحديث عن انتقادات للرئيس جاءهم الجواب أول ليلة أول أمس من سيدي بوزيد الرئيس ذهب لوحده إلى مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة هذه المدينة التي طرد منها قادة الأحزاب الثلاثة الكبرى في تونس يعني هذه قضايا يذكرها طرد منها المنصف المرزوق ومصفة بن جعفة وحمد جبالي في يوم واحد وبالتالي استقبله الناس التفاعل الشعبي بين الشعب والرئيس والقوة الشعبية التي تتعاضف معه دون وجود أي تواصل مباشر هناك تفاعل كبير يجعل الرئيس في راحة من أمره وليس تحت ضغط الأحزاب السياسية تريد من الضغط لقضية تشكيل الحكومة تحقيق مكاسب سياسية وليس قدمة البلاد لو كان لديهم رغبة في قدمة البلاد لكانوا أقالوا حكومة المشتيشي من شهر مارس الماضي عندما أصبحت هذه الحكومة عبءا على تونس ولم تكن الحكومة التي حاربوا الرئيس وأعلنوا الحرب عليه من أجل بقائها لأنها تخدم مصالح طب لماذا حتى الآن يا سيد باسي؟ اليوم يريد حكومة حتى مع رغبات الرئيس بإيجاد حكومة حكومة كفاءة تساهم في إنقاذ البلاد الاقتصادية لماذا حتى الآن الرئيس لم يعلن عن برنامج يطرحه على باقي الأحزاب السياسية على الأقل لأن هذه الأحزاب السياسية لم يعد لها تأثير في المشهد علينا أن نعلم أن هناك متغير جديد في تونس بعد يوم 25 يوليو الأحزاب أصبحت وراء الشعب ولم تعد الأحزاب هي التي تقود المشهد السياسي شاهدنا يوم السبت الماضي يوم 18 سبتمبر أن ثلاث من القوة السياسية التي تعتبر نفسها الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي لم تستطع جمع 500 شخص في شارع برقيمة للتظاهر لم يمنعوا لم يقبعوا لم يتم تعرض لهم لم يستطيعوا لأن هناك حالة من الكره الشعبي الغير مسبوق لهذه الطبقة السياسية التي يحملها الشارع التونسي مسؤولية كل الكوارث التي عاشتها تونس هذه حقيقة اليوم الأحزاب تحاول أن تجد موطئ قدم لها في الشارع وليس الشارع يحاول أن يلتحق من الأحزاب كما جرى العادة هذه القضية أو يوم أمس حركة النهضة قامت بمسيرة في مدينة القيروان التي كانت تعتبر واحدة من القواعد الأساسية لها هذه المسيرة خرج بها 27 شخص فقط هذا أمر مضحك حقيقة وأسار كثير من ضحك التونسيين شكرا جزيلا لك من تونس المحلل السياسي باسل ترجمان شكرا لك خلال جلسة لمجلس الوزراء أعلن رئيس الحكومة العراقية إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنيا ولوجستيا وماليا مؤكدا الخروج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة ووعد الكاظمي أنه لن تكون هناك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر محذرا من أن أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعينات وهمية أو توزيع قطاع أراضي وإن شاء الله فيهم اقتراح تكون نسبة أي خطأ فيدي غير موجودة حتى لا نقل في تشكيك ومحاولات البعض في التشكيك ومتاج الانتخابات أتمنى من الكتر السياسية من المشاركين من الانتخابات أن يقترعوا أن هذه الانتخابات نزيهة شفافة ويقترعوا بالنتائج كالما تكون هذه النتائج حتى لا يكون هناك محاولات للتشكيك بنتائجها بكل تأكيد عندنا فرصة وأنا أقول دائما وراكم ومولا قدامكم هذه المفاوضية من أضل المفاوضيات في قامة بشغل وبجهة طيبة لكي يستعي العراق عافية وسط تقارير عن احتمالية تكرار السيناريو تنحية القاضي فادي صوان مع القاضي طارق البطار عبر دعاوة الارتياب المشروع أو الرد أو مخاصمة القضاء تقدم الوزير السابق يوسف فينيانوس المطلوب للتحقيق تقدم بدعوة للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في انفجار مرفع بيروت القاضي طارق البطار وكانت مصادر لبنانية أكدت أن الإجراءات لشل حركة المحقق العدلي هو رد الدعوة وليس نقلها إلى قاضي آخر إذن مشاهدين مع اقتراب موعد الاستجوابات فيما يخص انفجار مرفع بيروت كشفت صحيفة الشرق الأوسط تفاصيل عن تعرض المحقق العدلي القاضي طارق البطار للتهديد بعد تجاوزه لما وصف بالخطوط الحمراء فقد اتخذ المحقق العدلي سلسلة إجراءات طالت مسؤولين سياسيين أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان الدياب وقادة أمنيين وعسكريين الشرق الأوسط نقلت عن أحد الإعلاميين بأن حزب الله وجه تهديدا للبيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط بالميليشيا وفيق صفة أما التهديد فمفاده أن حزب الله ضاق ذرعا من التحقيقات وأنه سيكمل بالمسار القانوني لكنه قد يقتلع البيطار من مكانه إن لم تجري الأمور كما هو يريد ولفتت الصحيفة إلى عدم قدرتها على التأكد من صحة هذا التهديد لا سيما أن المراجع القضائية المعنية التزمت الصمت علما أن المحقق العدلي لم يحضر أمس إلى مكتبه في قصر العدل ولم يعرف إن كان لذلك علاقة بالتهديد أو لا من جهة أخرى أوضحت الشرق الأوسط أن الرسالة من حزب الله وصلت شفهيا خلال زيارة قام بها مسؤوله الأمني إلى قصر العدل في بيروت قبل يومين غير أن بعض مصادر النيابة العامة التمييزية أكدت للشرق الأوسط أن لقاءه بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يتطرق لتحقيقات انفجار المرفع أو إجراءات المحقق العدلي بحق سياسيين من حلفاء حزب الله مضيفة أيضا الصحيفة أن الحديث اقتصر على مسألة ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم في بعلبك المحسوبة على حزب الله يذكر أن بيطار حدد موعد استجواب وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في الثلاثين من سبتمبر الحالي يليه النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في بداية أكتوبر طبعا لمناقشة هذا الموضوع معي من بيروت الكاتب الصحفي إلي فواز أهلا بك معنا سيد إلي أهلا بك أهلا وسهلا بالنسبة لتنحية سيناريو تنحية القضاء المتخصصين في التحقيق فيما يخص انتجار مرفأ بيروت هذه الخطوات المتكررة من حزب الله إلى أين ستفضي بهذه العملية؟ القضاء اللبناني هو قضاء مسيس وللأسف الكثير من القضايا في لبنان من عمال اختيال وإلى ما هناك ظلت يعني من دون أن تعرف حقيقتها هذا واحد ثانيا يعني هو إفراغ القضاء من معانيه من محتوى القضاء اللبناني طبعا هذه الخطوة تذهب في هذا الاتجاه تماما كما خطوة استيراد المحروقات من إيران تفرغ السيادة اللبنانية من محتواها وهذا يذهب أيضا في نفس الاتجاه يعني عندما يتدخل أو أولا يعني شو عم يعمل وفي صفة في قصر العدل شو شو وظيفته شو صفته حتى يروح ويجتمع بوضح النهار إذا أكيد صحت التقارير مع القضاءات ومع كبار المسؤولين في القضاء اللبناني ما حدا بيعرف يعني ما حدا عنده جواب هذه بحد زيتها شغلة مقلقة جدا وإذا صح ما يقال يعني هذا تدخل في القضاء طيب يعني هم أددوا يجب أن يتعود اللبنانيون على هذا النمط يعني المحقق العدل طارق البطار تعرض للتهديد بعدما قيل بأنه تجاوز الخطوط الحمراء ما هي هذه الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها هناك شغلتين أساسيتين في هذا الموضوع أولا حزب الله وإعلامه يتكلم منذ مدة طبعا عن هجمة شرسة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل عليه وإلى ما هنالك هذا الإعلام يكرره وربما يضع حزب الله يعني هذه القضية في هذا الإطار ثانيا هناك حلفاء لحزب الله بينهم المرشح سليمان فرنجي والذي يطال مباشرة مجرد توقيف أو استجواب يوسف فنيينوس الذي ينتمي لتياره وبهذه الحالة يعني بيبين حزب الله كأنه يتخلى عن حلفائه ويعني لا يستطيع الدفاع عنهم وأيضا حسان ديابي اللي هو جيبه وحطه رئيس حكومة واللي هو منه موجود في لبنان ويعتبر فار من العدالة يعني ولو قال أنه هو في زيارة أو برر ذهابه من لبنان إلى الولايات المتحدة يعني في مكان ما صورة حزب الله الذي لا يستطيع أن يحمي حلفائه وهو يعتز دائما يعني هو يقول وقف مع ميشيل عون حتى جيبه رئيس جمهورية وهذا يعني دلالة على ما يقوله حزب الله من وفائه لحلفائه حتى يعينهم عنوة في الوزارات حتى بالمجلس النواب يرشحهم فإذا هذه الصورة تهتز فيعني تهتز صورة حزب الله وهو يعلق كثيرا 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 أهمية على صورته على صورة الأمين العام للرأي العام هذا شأن يهمه جدا نعم طيب سيد إلي يعني التهديد أن حزب الله أيضا ضاق ذرعا من التحقيقات ولكنه سيكمل بالرغم من ذلك في المسار القانوني لكنه سيقتلع البطار من سيحل مكان القاضي طارق البطار؟ سيحل من يستطيع أن يرضي حزب الله وحلفائه في التقرير النهائي وإلى ما سيصل إلى التحقيق أي شيء آخر هو ممنوع من الصرف يعني أن يذهب البطار وأن يعمل إشياء خارج عن المألوف كمثلا مساءلة رئيس الوزراء هذا أمر لم يتعود عليه اللبنانيون ولن يقبل به حزب الله طبعا خاصة أنه حليف حسان دياب وهو معني بحمايته مهما ارتكب حسان دياب فالذي سيأتي مكان البطار طبعا سيقود التحقيقات إلى النهايات التي يتمنها ويريدها ويفرضها حزب الله على المسار القضائي وعلى هذه القضية بالذات وهو لا يهتم بما يمكن أن تخلفه على اللبنانيين وخاصة على ذوي الضحايا الذين للأسف لن يعرفوا حقيقة الأمر طيب سيد إلي كل هذه التصرفات التي يقوم بها حزب الله من ناحية عملية التشويش على المسار القضائي بشكل عادل هل هي الدفاع عن نفسه لعدم وقوع التهم عليه بشكل مباشر هل هي لحماية بعض الأطراف المتورطة معه هذا بالنسبة لما حدث في انفجار مرفأ بيروت ولكن قبل أيام كنا نتحدث عن أيضا نترات من شحنة الأمونيوم موجودة في بعلبك ألا حتى الآن لم يتم العلم من يدخل هذه المواد إلى لبنان هذا الجواب على سؤالك هل يخشى حزب الله أن يرتد انفجار المرفأ عليه ربما هذا في حساباته وهو يراقب عمل القضاء اللبناني ولا يريد أن يذكر القضاء اللبناني لا من قريب ولا من بعيد أي أمر له علاقة بحزب الله والأمين العام لحزب الله كل مرة يطلع على التلفزيون يتناول هذه القضية صلوا سنة تقريبا كل مرة يطلع على التلفزيون يتناول قضية التحقيق ويسخف الاتهامات التي توجه إلى حزب الله فمن ناحية طبعا لا يريد حزب الله أن يؤتى على ذكره في القضاء طب هو مسيطر على المراف وهو مستعد لأن يذهب إلى أبعد هو مسيطر على المنافذ الجوية والمنافذ البرية والمنافذ البحرية يعني المتهم واضح ولكن تنفيذ العقوبة غير جاهز لا أي تنفيذ عقوبة غير مسموح لتنفيذ العقوبة لنتذكر جميعا عندما اتخذت حكومة الرئيس السنيورة قرار بإزالة المسؤول عن أمن المطار وأيضا إزالة التعديات على شبكة الهواتف نتذكر جميعا ماذا حصل في لبنان سبع أيار ما زالت في وجداننا نتذكر ماذا حصل من تعديات ومن إجرام فأن يأتي أحد ويتهم حزب الله فهذا سيكون له نحن نعرف سيكون له تداعيات كبيرة جدا ربما شبيهة بأحداث سبع أيار التي تكلم عنها حسن نصر الله وقال أنها مجيدة شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي إلي فواز شكرا لك اقتصاديا تتوجه الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم الكامل عن المحروقات التي ترتفع أسعارها بوتيرة متسارعة فقد أعلنت المدرية العامة للنفط رفع سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 200 ألف ليرة فيما يترقب أن يكون السعر أعلى من الرفع الكلي للدعم الذي بات قد قوسين أو أدنى يشار إلى أن المحروقات والكهرباء مواد مفقودة في الأسواق اللبنانية تقدر يتحمل المواطن اللبناني هذا السعر؟ أكيد لا أكيد لا شو العمل؟ العمل شعب خوارين لو يرسي بثلت بيبت يعبوها وأكتر من هك زل ما عاش فيه لا عمناقل لا جبنة ولا لبنة ولا زيتطون عمناقل خبز وبطاطا وبندورة هذه العمل كرسي كمعية يا الله 300 ما بيقصوا فيك نشتغل من هنا نحطنا أبدا إليش ساعتين ونص طب حلق صارت 29 تنكي عادة تقدر تتحمل هاد يعني شو ما ننساوي أكيد لا في منهم بيقولوا حي عبوا في منهم ما حي عبوا مع أنه نزلت التسعيرة الرسمية صار من أزمة البنزين يعني بحدود الشي شهرين صار عمتين شارة بسوق السوداء لجلان 200 ألف وميتين وخمسين يعني عم تصر علينا بخمس نية هلأ 200 تعتبر ولا شي يحرروا للسعر ويدعموها العموبة الأمر بانتهى سبعة الصبح لهلأ آي ناطر طيب ليك هلأ صارت لتنكي 29 تلالي 29 تلالي تقدر تدفع أنت تتفول سيارتك؟ الحمد لله بس بقى يعني بس بشكل مرة أفادت مصادر حقوقية يمنية لصحيفة الشرق الأوسط أن ميليشيا الحوثي تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل أحد عشر شخصاً بينهم امرأتان بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر وبمصادرة أموالهم إلى خزينتها جاء ذلك بعد أيام فقط من تنفيذ إعدامات جماعية بحق تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان التحرير وسط صنعاء وهي الواقعة التي شهدت تنديداً حكومياً ودولياً ووصفتها الأوسط الحقوقية بالوحشية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومة اليمنية قدمت إلى مجلس الأمن الدولي خطاباً حول إعدام الحوثيين تسعة أشخاص رمياً بالرصاص وسلم الخطاب المندوبة الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي حيث حمل مطالبة بإدانة ومحاسبة لميليشيا الحوثي قالت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة إن الجيش استخدم طائرات انتحارية داخل غزة مؤخراً لا سيما في العملية التي شنها على القطاع في مايو الماضي وبحسب القناة فإن الطائرات الانتحارية هي كوات كوبتر وبعضها استهدف منصات صواريخ لحماسة القناة ذكرت أن رئيس الأركان أمر بزيادة معدل إنتاج الحوامات الهجومية في إطار الاستعدادات للحرب المقبلة اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية فيما كان بين المقتحمين النائب المتطرف إتمار بن جفير إلى العناوين حرب كلامية واتهامات بين المجلس السيادي والقوى السياسية في السودان الاتحاد الأوروبي يدعو طهران إلى العودة إلى مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن الجيش الإسرائيلي يكشف عن طائرات انتحارية استخدمها في غزة بعضها استهدف صواريخ حمس شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة دوما للحدث على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها إلى اللقاء اشتركوا في القناة